يعني الأخبار حتى هذه اللحظة تقول أن المنافسة على أهم منصب في العراق تنحصل بين الشخصيتين هو السيد مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الحالي والسيد عدنان الزرفي نائب في البرلمان وكان محافظ النجف الأبرز ما يتمتع به هذين الشخصين أنهما خارج دائرة النفوذ الإيراني المباشر إذا ما صدقت الأخبار ووصل أحدهم لمنصب رئيس الوزراء هل تعتقد أنه هناك تحولاً في أسياسة القوى السنية والشيعية على وجه الخصوص أم أنه إيران أم دور الإيراني قد انتهى أم أننا نعمل تحت عنوان فمنضطرة غير باغن أنا الصوت عدي ضعيف شباب أستاذ أحمد تسمعني أوكي أنا أسمعكم أي نعم أسمعك واضح اتفضل أستاذ أحمد السؤال كان واضح نعم 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 الصوت واضح والسؤال كذلك واضح في حقيقة الأمر أن الأزمة في العراق هي أزمة مركبة لا تحال بتغيير الوجوه أو تغيير الشخص بقدر ما هي تتعلق بالبرنامج واليوم حتى إذا جئنا بالزرفي أو مصطفى الكاظمي في تغيير لن نستطيع أن نحقق نقلة نوعية في إدارة الأزمة في العراق لأنه أحنا بالأساس المرحلة السابقة أدت بشكل أو بآخر إلى محاصصة وصلت إلى عمق المؤسسات أداءاً وعلى مستوى التكامل في أداء المؤسسات يعني الدور الوظيفي للمؤسسة بشكل أو بآخر هو مرتهن بالولاءات الحزبية وبالتالي الشخصية التي ستأتي عبر المحاصصة وعبر التوافق هل ستستطيع أن تحطن قيود هيمنة الأحزاب على المؤسسات؟ لأننا المعضلة التي كانت في المسار السياسي أن هناك رأي عام منفعل راحلت عليه الأحزاب من أجل تسويق نفسها أرقياً طائفياً إثنياً واستطاعت بشكل أو بآخر أن تخلق نوع من الصراع بين الأحزاب وبين المؤسسات وفاتت المؤسسات داجناً للأحزاب لا تؤدي دورها الوظيفي إلا وفق رؤى وتوجهات الأحزاب كيف سلوفكك هيمنة الأحزاب على المؤسسات؟ لأننا قد نأتي برئيس وزراء يوصف أنه مستقل وهذه الشخصية التي هي مستقلة ستكون قرار هل سيكون قرارها مستقل؟ هل ستستطيع أن تؤثر في المؤسسات؟ لحنا لاحظنا الوزير يقف عاجز أمام مدير مكتبة والسبب لأنه مدير المكتب هو الذي يمثل مصالح الحزب في الوزارة التي باتت حكراً لهذا الحزب أو ذاك اشتركوا في القناة